اشتركوا في القناة واكد ابراهيم غالي انه لا يمكن للتنكري للحق المشروع في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هذا الوقت الذي تعرض فيه القضيتان الفلسطينية والصحراوية على انظار مجلس الامن الدولي فاننا نحذر المجتمع الدولي مجددا من ان الحل العادل والنهائي للقضيتين معا لا يمكن ان يكون الا بالاحترام الصارم لمقتضايات ميثاق الامم المتحدة وبشكل خاص منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وتمكين الشعبين من ممارسة الحق الانساني الاساسي الاول حق تقرير المصير لا مجال للتنكر للحق المشروع في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف اشتركوا في القناة